على صعيد متصل جدد غبطة البطريار كيريوس كيريوس تي أفلوس الثالث بطريار كل مدينة المقدسة وسائر أعمال الأردني وفلسطين البيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وقال في بيان صادر وإذ نستذكر مسيرة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه بكل معاني الفخر والاعتزاز نجدد العهد لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المواقف الثابتة والأمين على قضايا مسيحي الأراضي المقدسة وأوقافها ولن ننسى أن القبر المقدس رمما بأموال أردنية هاشمية وها هي المرحلة الثانية من الترميم في كنيسة القيامة بدأت أيضا بدعم هاشمي كريم ودعا غبطته في ختام البيان بأن يحفظ الله الأردن وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية وأن يبقى واحة الأمن والإطمئنان والعيش المشترك